السلام عليكم متتبعي ومتتبعات قناة شف هاشم سوكينا الفيديو دي اليوم غلي يكون على مائدة رمضانية اللي حضرتها في وقت قياسي يعني إلا قلت لكم حضرتها في واحد جوج دي السويع كانت طبلة واجدة وما كانش عندي ميزان بلاس ما كانت عندي حتى شي حاجة اللي واجدة كل شي صاوبته من الأول كانت منى أنكم تتبعوا الفيديو تالاخر تشوفوا طريقات تحضير كل حاجة بوحديتها حضرت طويجنات هكا ديال كبداء بوزروق كفتاء دكش مخلط يعني أونفا لقيت طبيلة زوينة وما كلفتنيش بزعف غديمدى أول حاجة بلاسوب هنا درت واحد لاسوب ديال البتاطا والبورو بلاك خيم جل مدق ديالها زوين وغير يعني غير مكلفة وغير متعبة شديت البتاطا والبورو وصوطيتهم بشوية ديال الزبدة من بعد زيتليهم شوية ديال الملح وهنا غدي نزيد ليهم معلقة ديال العطرية ديال فواكه البحر قليت هديك البتاطا والبورو ديالي شوية ورويتهم بالماء وخليت هذك الشي طيب غدي نغطي عليه طيب هنا يوجد كل حاجة بحديتها ولي ديق الوقت ما صورتش لكم أنا كان حط غدي نذكر لكم غير الشرمولات شنو هنا من نسبة البوزروق قدرت فيها زيت البلدية ملح البزار الكامون سكينجبير مطيشة ديال الحوك كرافس وصوص ديال طومات وريقات سيدنا موسى وثومة هاد الشي هدا اهو اللي قدرت في بوزروق هنا عندين مقيلة الثانية اللي فيها الكبدة قدرت فيها زيت البلدية مليحة بزار ثومة بصلا مشلدة وصوص ديال مطيشة قدرت فيها شفية ديال السمن الخرقم بلدي والكامون هادي هي اللي تتبيلة اللي درت للكبدة هنا بالنسبة للكبدة ديال العجل وخديت هنايا الحوت حوت مخلط صول ميرناو داكشي درت لي تبا واحد شغمولة خفيفة بالملح البزار خرقم بلدي وثومة والخل والحامض هنايا درت واحد جيج جيج ترياكي هادا صورت لكم واحد الفيديو بوحديته غادي لوحوا ان شاء الله مرة هاد الفيديو ديال الجيج ترياكي حيث فيه تتبيلة اللي فيها بزاف المكونات السكار مع الحار مع لسوس بالساف وهنايا عندي واحد طنجية ديال الحم هاكا اللحم قطعته الطريفات ودرت بحل شكل ديال التنجية مليحة كامون سمن و الحامض مسير دابا غادي ندوز باش نصوب الكفتة يعني الطاجي الخامس اللي هو ديال الكفتة درس البصلة مع سوس ديال طومات درس ليهم مليحة وبزار خليس داك شي حتى غلالية ولحت فيه الكفتة مكورة وزت ليها رباح هنا داك الدجاج ترياكي اللي قلت لكم غادي ندير لكم فيديو خاص شوفو من اللي طاب اه كيجي اللون ديانو مع السلح شوا فيه العسل فيه سوس وجا فيه بزاف ديال اللي سوس ما داك ديالو كيجي مخلط يعني داك المالح مع الحلوم مع الحار كنديرو هي طيب هكا حتى كيشرب داك ديال اصوص يشربها و داك العسل كي تعسل هنا داك بوزروق دياني بعد ما طابك يجي الهاتي شكل كبدتها بعد ما شحرتها كدجي على هاتي الشكل هذا يعني طويجنات سريع ما كدتاخدش بزاف زيال الوقت هنا ديالك داك ديالي طابت ليه البطاطا والبورو نضيف الملح الغامن للفواكه البحر سواء في اعطرية للبحر وطن 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 مليحة والسمان وحامض مصير وطن 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 لطن وطن 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 اشتروا لذلك كيف تحصل وطن 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 سوف أضعها في القناة في القناة سوف أضعها في الفيديو سوف أضعها في الفيديو سوف أضعها في قويسات وهذه الطبلة واجدة واجدة شكولة شليدة واجدة كبدة الكفتة بوزروق طنجية وهذا الدجاج سوف أضعها في الفيديو وكان هذا هو الفيديو اليوم نتلقى بفديو قادم السلام عليكم